السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنحل التمرين التالي الذي يقول سنكتب برنامج يعرف تحتوي على في نفس البرنامج سنعرف دلتين الأولى ستقوم باتباعة الفراكشن والثانية ستقوم بميليليكيشن بين توفراكشن إذن بالنسبة للمين ستقوم فقط بتسوية التست يستدعي الدولة التي قمنا بتعريفها إذن لحل التمرين سأقترح عليكم هذا الكود سأبدأ بتعريف Structure Fraction أفتحنا الأقواس وسأضع متغير أول يمثل Numerator وInt Denominator ثم سأعرف الدلتين الدلة الأولى التي تقوم باتباعة الفراكشن Void لأنها لن ترجع أي قيمة لكن ستقوم فقط باتباعة Print Fraction بين قوسين سأضع الفراكشن F سأطبع Cout Numerator سأضيف العلامة علامة القسمة Denominator Denominator End of line طبعا النumerator هذا موجود في الفراكشن F المعرفة هنا في البرامتر في البرامتر إذن هنا يجب أن نكتب F dot لإستدعاء النumerator و F dot لإستدعاء ال Denominator تماما ثم سأعرف الدلتين التي تقوم بضرب two fraction هنا سأكتب fraction لنتيجة الضرب Multiply Fraction F1 Fraction F2 إذن هنا سأعرف النتيجة Fraction F3 إذن بالنسبة لي Denominator أو Numerator قبل كل شيء في ال F3 هيدا هيكون يسوي F1 dot Numerator multiplied by F2 dot Numerator ثم بالنسبة لي ال Denominator لي ال F3 هيكون يسوي F1 dot Denominator multiplied by F2 dot Denominator الآن هنسوي تست لكل هذا سأعرف fraction F1 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 to say we سأكتب F1 dot Numerator يسوي ثنين F1 dot Denominator يسوي بواحد سأعرف F2 dot Numerator سأكتب F2 dot Numerator يسوي المرة هذي أربعة و F2 dot Denominator يسوي أيضا سأكتب أربعة الآن سأقوم بضرب F1 في F2 multiply F1 فاصل F2 وأقوم بتخزين النتيجة في fraction ثالثة fraction F3 إذن سأقوم باتباعة قيمة F3 بعد الضرب print fraction بين قوسينس أضع F3 وسأرى ماذا ستكون النتيجة إذن أسوي build للبرنامج ونفذ البرنامج 4 على 1 النتيجة خاطئة لأن في خطأ في هذا البرنامج الخطأ هو في هذه الدالة multiply المفروض هذه الدالة سترجع الفراكشن الresult إذن هنا نسينا أن نضع return F3 بعد أن احتسبنا قيمة F3 يجب أن نرجع هذه القيمة build للبرنامج execute القيمة تلاحظون أنها صحيحة لأنني ضربت 2 في الأربعة ثمانية و1 في الأربعة أربعة تلاحظون أنها صحيحة